طيب انت حلمت بالكابتن طهر انك تبقى زيه في الحتة ديه لو اي باي نسبة من النسب ازاي فكرت يا سيد وانت في الفيوم ان انا ممكن اروح احضر اختبارات او احضر اي حاجة او اقدر اروح لعب النادي الاهلي او انت ايه اللي ايه اللي انت عملت ايه عشان توصل للي انت وصلت واولا اخبت ان انا في حياتي صدف كتير يعني كل المراحل فيها صدف صدف ممكن توديك لمكان احسن وصدف ممكن ترجعك شوية انا بدايتي بدأت في مركز الشباب كان فيهم مدربين في مركز الشباب لهم علاقة بنادي المقاولين العرب وانا عندي 14 سنة ودولي كانوا مدربوك في الفيوم في الفيوم فقالوا لي عصيف بعد الاختبارات احنا نبعتك تتمرم مع الفرقة المقاولين المقاولين كويس فانا يعني كان في ناس صحابي من الفيوم زي ما حضرتك اتكلمت في الاول لان القاهرة هي اقرب لي من اي مكان اقرب لك وجيزة اقرب لك انما عشان تطلع من الفيوم للالامونيوم على الالامونيوم صعب جدا السعيد انا معرفش انت اكرت فيها ازاي اه فكمل حضرتك فكان فيه كابتن عاطف ده كان موجود في مركز الشباب فهو كلم حد في المقاولين كان الدكتور محمد علي الله يرحمه الله يرحمه كان مسك طاعة الناشئين وقتها وكان الفرقة مسكها الكابتة حمدي سيكلا فقالوا له خلاص يجي بعد الاختبارات هنشوفه معنا اسبوء او عشر تنين فانا كان صحابي من الفيوم رايحين اختبارات المقاولين فانا ما قلتش لكابتة عاطف خالص فروحت اختبارات فهم ما يعرفوش يعني ما يعرفونيش اصلا في الناد المقاولين انا عديت بكل ما راح للاختبارات لحد ما وصلت للفرقة كم سنة اه 15 سنة 15 سنة وصلت للفرقة بدأت اتمرم مع الفرقة ففي يوم في الفيوم كابتة عاطف ابني قال لي انا خدت منهم معادي الازواج جاي قلت له كابتة عاطف بأمانة انا راحت للاختبار وانا باتمرم مع الفرقة قال لي ليه وتب هو الدايق ان هو كان هيسهل لي كل ده يعني هو ما كانش هيوديني اختبارات كان هيوديني مع الفرقة فبعد كده قال لي طب انا هبعت معاك جواب للدكتور محمد علي عشان اعرفو بيك وبتا فرحت الدكتور محمد علي قال لي طب موقع تعاطف مكلمنا من قبل كده المهم قلت له دكتور انا صحابي كانوا غايين ويمكن احنا كنا خمسة انا الوحيد اللي كملت المهم بعد ما بتمرم في المقاولين عدت في استراحة نادي المقاولين كت في الاستاذ انا مش متعودة على الغربة انا ولد صغير 15 سنة عمري متغرب كنت مسافر كل يوم كنت مسافر كل يوم اول ما قعدت في الاستراحة يعني انا محسيتش ان انا مرتاح طبعا الغربة قاعد في الاستاذ مفيش اي حاجة فحوالي مثلا اسبوع وعشرة ايام ومشيت مع نفسي يعني خدت قرار مش هقدر اكمل اه مش هقدر اكمل طيب انت في الفترة دي ازاي اتنقلت من نص ملعب لباكليفت او ظهير ايسر باللي انت عملته بالتاريخ الكبير اللي عملت سواء للنادي الاسماعيلي او للنادي الاهلي او لمنطقة مصر او في تركيا ازاي يعني انت ما بيجيب لعيب وبتنقلهم مكان لمكان العدلة بتاعتها حتى ما بيجيش انا انا كان عندي خلاف مش خلاف يعني اول ماسمع ان مدارب بيقول لي لعب باكليفت اه كان بيبقى يوم سيء بالنسبة لي انا اول حد عمله معي كابتر رمضان السيد في الالمونيوم مين وداك الالمونيوم بس الالمونيوم كان فيه منتخبات عاملين منتخبات تحت 17 سنة والتجمع بتاعها في الالمونيوم فبنت روحت ازاي من الفيوم جات على حطرت على بالك ازاي انتروح من الفيوم للالمونيوم انا اكمل حضرتك فمنتخبات للسعيد كلها شامل للسعيد وجنوب السعيد وانا كنت في منتخب الفيوم وانا كنت في منتخب الفيوم فالتجمعات كلها في نادي الالمونيوم عشان يعملوا اختبارات يختاروا منها لعيبة تلعب باسم منتخب السعيد فانا كنت متواجد هناك والفرقة اكبر مني بسنتين 17 سنة فشافني كابتن جابر عبدالعزيزة الله ارحمه موجود في الالمونيوم كابتن صبري فراج موجود لحد الوقت في الالمونيوم فشافوني قالوا لي احنا عايزين تكون معانا تبتلعب فيه اصلا وطبعا انا ما حدش يعرفني فانا بلعب في مركز شباب الفيوم طيب احنا ادينا تليفوناتهم وحنا هنتكلم معهم بدأوا يتكلموا معهم خلال اسبوع كانوا رحموا مركز الشباب طبعا خدت 5000 جنيه فكانوا بالنسبال خمس تلاف جنيه خمس تلاف جنيه خمس تلاف جنيه ده قابتن حوالي 96 96 خمس تلاف جنيه كتير اوه يعني حتى كان في خلاف على الناد الالمونيوم كان نشتريين انا والعيب تاني اسمه مصطفى عبدالجليل شابه كابتن ايمن شوقي بالزبط في طريقة لعب وكل حاجة اوه فكان هيشترينا بتسعة تلاف جنيه وهيدوننا احنا 1000 جنيه ليه كونتو اوه فمركز الشباب اعترض قالك لا احنا عايزين الالف كمان فانا من اول حياتي بدأت اتنازل عن الفلوس عشان بتحب الكورة اوه عايز اخد خطوة بمعنى اصلاح فاخدت الخطوة دي وروحت الناد الالمونيوم وبدأت معهم نص موسم وبعد كده حظي كويس ان الكابتر رمضان السيد السنة اللي بعدها مسك الفرقة كان الفرقة نزلت من الدور المتازل للدرجة الاولى فهو قالوله فيه ولا كويس في النشيئين بدأت العب مطشيئين ايوه شافني اه صعدني مع الفرقة بدأت اتمرم مع الفريق الاول اه لعبت في الدور المتازل حوالي اربع او خمس مطشيئات كلهم كتلفرقة خلاص قريدي نزلت بس كلها مطشيئات صعبة المقاولين يعني انها المقاولين اول مطشي وانا بلعب اوز يشوفك يعني قدرتك ايه اه اول مطشي وانا بلعب انا كنت بدافع بشكل كويس جدا فيعني مثلا في نص الملعب في نص الملعب اه فلو مثلا في حد خطر في الفرقة التانية ممكن انا رقبه شوية بتلعب مان علي اه بلعب مان علي فالوقت ده كان في المقاولين فيه كتنزيزو اه عبدالعزيز اه من اللعبة الحريفة جدا اه لها المقاولين كان فرقة جاملة كان عب سطر صبري قبل ما يسافر فكان فرقة كبيرة جدا مطشي من المطشيئات الحلوة اللي انا عملتها اه يعني انا فاكر اه هي بس كانت طلقت واحدة في المطشي ده اللي عب سطر صبري رقصني ترئيسة وحشة جدا اه يعني يعني بس ده كان الطبيعي لاي حد بيدخل على عب سطر يعني دي اللي انت فاكرها لا يعني ترئيسة بصراحة وحشة يعني انا مثلا نسكت 45 دقيقة فيهم واحدة لا يعني عب سطر كان العيب جامل اه العيب جامل جدا اه ماشاء الله فمن بعدها بقى اه طيب